تعز مكان تتنوع فيه أساليب الموت فمن لا يطاله الرصاص والقذائف تتكفل به ألغام الميليشيا حيث ارتفع عدد شهداء اللغم الأرضي الذي زرعته الميليشيا وأصاب حفلة لركاب في منطقة الربعي غربي تعز إلى ثمانية فيما تعرض أحد عشر أخرون بينهم نساء وأطفال لإصابات متنوعة لا تخل منطقة بتعز خاصة تلك الواصلة إليها ميليشيا الحوثي والمخلوع من تهديد القصف اليومي والمستمر أصيب سبعة مدنيين في قصف طال أحياء وقرى سكانية خلال الساعة الماضية في قرية الديام بصبر جنوب المدينة ومواقع قوات الجيش الوطني والمقاومة في منطقة عقاقة من أماكن تمركزها بجبل الهان ومنطقة العاقل ودار الرعاية بالضباب غرب تعز أما في منطقة حيفان استهدف قصف عنيف للميليشيا بالأسلحة الثقيلة منطقة نجل سلف من مواقع الميليشيا في جبل الريامي وكلبين ومقر اللواء 35 مدرع والأحياء المحيطة به كما جددت الميليشيا قصفها بالكاتيوشا تباب المحيفر أقصى جنوب الوازعية التي تعتبر الخطوط الأمامية للجيش الوطني والمقاومة أما المواجهة على الأرض تجددت الاشتباكات بين المقاومة والميليشيا في الشريط الحدودي بين المضاربة والوازعية وتركزت في منطقة الظريفة شرق جنوب الوازعية وجبل نمان سقط خلالها قتل وثلاثة جرحة من صفوف المقاومة إذن تبدو أغلبية المناطق في تعز مشتعلة وبين فعل ورد فعل تعيش هذه المدينة أحداثا يومية تتكرر فصول مأساتها كل يوم بل وكل ساعة